السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله كل عام وأنتم بخير النهاردة هنتكلم عن كيفية صلاة العيد وبعض التساؤلات هنجيب عليها بإذن الله لكن احنا بس عايزين نوضح حاجة قبل ما نتكلم عن صلاة العيد إن صلاة العيد كلام العلماء والفقهاء فيها مختلف وعشان نوضح كل مذهب وكل قول ده هياخد وقت طويل جدا جدا في معنى إنك ممكن تسمع مني كلام تسمع من أحد العلماء أو من أحد الزملاء اللي شغالين في الدعوة وفي الوعظ كلام مختلف فهذا لا يصيبك بالصدمة أو هو كلام من اللي صح إن شاء الله الكلام كله صح أول حاجة حكم صلاة العيد سنة مؤكدة يعني لو أنت ما رحتش صليت مش إثم ولا ذنب أنا مش بكسلك لكن لو رحت عليك نومة أو حاجة حصلت إن شاء الله تكون خير ما تعتقدش إن ده ذنب كبير بإذن الله تعالى الموضوع بسيط كيفية أداء صلاة العيد صلاة العيد ركعتين صلاة العيد إيه؟ ركعتين وهي عكس صلاة الجمعة صلاة الجمعة إحنا بنخطب وبعد كده بنصلي صلاة العيد إحنا بنصلي وبعد كده بنخطب هي ركعتين أول حاجة بنكبر تكبيرة الإحرام وبعد كده في سبع تكبيرات بعد كده بقول الله أكبر قاتي تكبيرة الإحرام وبعد كده بقول سبع تكبيرات يعني تمانية بتكبيرة الإحرام بين كل تكبيرة وتكبيرة بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو بصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلي عادي بعد التكبيرات بقرأ الفاتحة وبقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية بقول هل أتاك حديث الغاشية والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بصورة قاف وفي الركعة الثانية بصورة القمر بعد كده بركع وبرفع وبنزل بسجد السجدتين وبطلع بقول تكبيرة الانتقال ومعاها خمس تكبيرات يعني ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال يبقى احنا كده عندنا ركعتين كاملتين بعد ما بخلص بقول الخطبة بتاعتي طيب لو أنا جيت متأخر وده سؤال مهم جدا لو أنا جيت متأخر ودخلت في وسط التكبير مفيش مشكلة كمل مع إمامك عادي على تكبيراته وتابعه طيب لو أنا جيت في الركعة الثانية برضو مفيش مشكلة لما الإمام بتاعك يخلص ويسلم قوم أنت جيب الركعة الثانية وكبر فيها ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال طيب أنا لو ما روحتش خالص هل ينفع أقضي صلاة العيد ولا ما ينفعش المسألة دي عند الشافعية إن مفيش مشكلة إن أنا أقضي صلاة العيد على هيئتها يعني أروح البيت أصلي مع زوجتي أو مع ولادي أو لوحدي وصليها كما هي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها أي صلاة فليصليها إذا قام أو ذكرها دي صلاة العيد باختصار وباقتضاب طبعا إحنا قلنا مش عايزين نوسع الكلام أكتر من كده شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته